الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفحات من حياة الإمام شيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه صاحب المقام المحمود والشفاعة صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود ولواء الحمد وأنه فاتح باب الشفاعة وفاتح باب الجنة والكل يدخلون وراءه صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا ولواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد ابن آدم على ربي ولا فخر أي أقول هذا متحدثا بنعمة ربي كما أمره بذلك قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر والحمد لله رب العالمين للماذا ترجمة نانسي قن turns